اذا مشاهدين الكرام ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة وهذه التقطيع الحية للتطورات في قطاع غزة ورد الفعل الشعبي العربي الغاضب من العدوان الاسرائيلي وتحديدا في مصر العديد من المظاهرات خرجت تنديدا بهذا العدوان وتأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أوضح الموقف المصري اليوم الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الآن ينضم إلينا مباشرة من جامعة القاهرة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز كريم المظاهرات اليوم خرجت في الجامعات المصرية تنديدا بالأحداث في قطاع غزة أهم ما ورد منه تفات والهدف من وراء هذه المظاهرات في الجامعات المصرية تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل منذ بعد ظهر اليوم خرجت هذه الهدفات في عدد كبير من الجامعات المصرية هذا الرفض الشعبي تنديدا للعدوان الإسرائيلي على أخواتنا الفلسطينيين هنا من جامعة القاهرة أيضا الطلاب هنا والشعب هنا من جامعة القاهرة كان لهم صوت خاص بهم خرجوا من بعد ظهر اليوم لينددوا بالمجزرة التي حدثت مع أخواتنا الفلسطينيين في مستشفى المعمداني وما يحدث على الأراضي الفلسطينية وخصوصا قطاع غزة وما يواجهه من هجمات شرسة وعنيفة من قوات الاحتلال بدأت بالفعل الشباب يتحدثون ويرفعون الأعلام أنددوا بما حدث كانت الهدفات الأبرز اليوم لبيك يا أقصى بالروح بالدم نفديك يا فلسطين كانت هذه أبرز الهدفات اليوم ولكنهم أيضا أكدوا على قوة الشعب المصري وقوة الحكومة المصرية والدولة المصرية في الوقوف والتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للتهجير القصري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية مصر للمصريين وفلسطين للفلسطينيين كانت هذه أهم الهدفات نادوا أيضا بالموت لقوات الاحتلال طالبوا أيضا بإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني عن طريق معبر رفع شارك الفئات اليوم داخل هذه المظاهرة أو هذه الوقفة الاحتجاجية بالشباب من الرجال والبنات كانوا والشباب كانوا متواجدين ورفعوا الأعلام ورفعوا الأعلام الفلسطينية والمصرية أيضا وقفت قوات الأمن لتؤمن هذه الوقفات الاحتجاجية داخل جامعة القاهرة الشباب نازلوا اليوم مطالبين باستمرار هذه الوقفات الاحتجاجية حتى وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على أخواتنا الفلسطينيين كانت من أهم أيضا الهدفات اليوم بجانب لباك أقصى ونفديك يا فلسطين أن مصر وفلسطين الشعبين يد واحدة ضد هذا الاحتلال الغاشم وضد هذه العمليات الغاشمة على قطاع غزة الشباب أيضا رصدنا وعي كامل وكبير بأبعاد القضية الفلسطينية وأبعاد مطالبات التهجير من قطاع غزة للأراضي المصرية وأيضا كلمة السيد الرئيس اليوم بأن الشعب المصري هو من يرفض هذه الطلبات هذا الشعب المصري الذي كان وما زال وسيظل دائما داعما للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني العربي بالدعم المصري والوقوف المصري جنبا بجنب وكتفا بكتف للشعب الفلسطيني هالهتفات لا تتوقف حتى الآن منذ بعد ظهر اليوم داخل أروقة جامعة القاهرة ما زالوا يهتفون بالروح بالدم نفديك يا فلسطين تحيا مصر وتحيا فلسطين امتزجت هذه الهتفات اليوم ليمتزج دائما كما كان وكما سيظل الدم المصري الفلسطيني من أجل قضية قضية واحدة هي القضية الفلسطينية ودائما وهي في قلب الدولة المصرية وفي قلب الشعب المصري ها أنا وأينما أتحدث معكم الآن ازدادت مرة أخرى ها هي الهتفات من خلفي بالروح بالدم نفديك يا أقصى بالروح بالدم نفديك يا فلسطين رفعين الأعلام الفلسطينية ورفعين أيضا الأعلام المصرية ساعات متواصلة لم يتوقف الشباب عن الهتف ساعات متواصلة ما زالوا يسرون على موقف الشعب المصري المتضامن مع الشعب الفلسطيني نعم كريم يعني من وقع حديثك مع هؤلاء الشباب من الواضح يعني أنه كانت ردت فعل شعبية غاضبة نظرا للعدوان الإسرائيلي وأيضا تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة هذا الموقف الذي أوضحه الرئيس عبد الفتاح أسيسي في كلمته اليوم أشكرك شكرا جزيلا على الهواء مباشرة كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصرية